السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم في هذا الفيديو سنشرح كيفية إيجاد الرسائل المأرشفة في الجيميل فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونا تروحون على الجيميل فهنا يا شباب الآن سنسوي أرشفة لهذه الرسائل فنضغط عليها وبعد كين نضغط أيقونة الأرشفة فلو تلاحظون راحت على قائمة الأرشيف فالآن عشان نطلعها في طريقتين جدا بسيطة الطريقة الأولى تروحون على إيقونة البحث ومن هنا تبحثون على نفس الرسالة عنوان الرسالة فلو تلاحظون بحثنا على الاسم على طول ظهرة معانا الرسائل تقدرون تضغطون عليها وتدخلون بهذه الطريقة أما يا شباب الطريقة الثانية جدا بسيطة تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على اليمين فمن هنا يا شباب تنزلون شوي تحت وتروحون على خيار كل البريد وكذا يا شباب راح تظهر معاكم مباشرة الرسائل المأرشفة إذا حابين ترجعونها على البريد الوارد تضغطون عليها ضغطة مطولة وبعدين تضغطون على الثلاث نقاط اللي فوق على الإسار ومن هنا تضغطون نقل إلى البريد الوارد فالآن لو تلاحظون رجعت معانا إلى البريد الوارد دعون نرجع نتأكد فكذا يا شباب بكل سهولة رجعت معانا إلى البريد الوارد فهذه كان الطريقة يا شباب كل اختصار لا تنسوا ندعمنا بالله كل اشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة